عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية ووجه مدبولي بأعادة النظر في نطاقات الارتفاعات خاصة للمباني الفندقية في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات كما وجه مدبولي بسرعة إعداد دراسة وفية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير كما تناول الاجتماع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة والموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الأعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى على مستوى الجمهورية